مرحبا بكم مجدداً لإستئناف النقاش وبقية محاور برنامجنا يسعدني استقبال السيد ياسين إبراهيم الوزير السابق رئيس حزب أفاق تونس مرحبا بيك مرحبا بك لإستئناف أفاق تونس مرحبا بيك غبت المدة هذه برش على وسيل العلامة سياسية والله غبت نسبياً يعني اختيار يعني اختيار ولا لا معناها رجعنا لنشاط الحزبي نشاط الحزبي ونشاط ميداني أساساً معناها في فترة معينة ثم احنا والمواضيع اللي تتطرح على الساحة السياسية بتبعا نكونوا شرح هذه معكم ياسين إبراهيم مرتاح وزير ولا مرتاح رئيس حزبه ما خيراً فعن والله يشوف المهمة الحقيقة شرف ديما واحد يمثل بلاده في السلطة التنفيذية كالي هي شرف خاصة وزارة التنمية والاستثمار تعاون دولي فترة معينة عام ونص ممكن كما قلنا قولوا احنا عنها من بعض الثورة الحكومات ما دمتش موك الحكومة السلاحبي بسيد عام ونص تسمعاته المعدلة ما شاء الله معناها الوليون نتعودوا زادة اللي تكونوا فهمها ما اكثرش مزوز حكومات في فترة تشريعية على خطر الحقيقة باش العمل يمشي حتى الاخر مجاله في وزارتنا فهمها مرحلة مهمة كانت موجودة بتبعا قانون الاستثمار او تعدى المخطط يعني هواته موجود في المجلس ثم الندوة اللي بيسير فياخ العام طينا نحكيه فيها واضح كان من المفروض نوفيه فياخ العام جاء التحويل الوزاري واللي هيدا تم الخيار بيش ركزوا على الحزب واذاك كان الخيار اللي بيش تعمل حتى في اخر سنة باش نحكيه اذا على الحزب وعلى مواقف الحزب متى طورات السياسية اللي اللي هم تشد الساحة بعد ما نشوفوا التقرير هدا بعد الثورة في 2011 برش وجوه سياسية جديدة ظهرت في الساحة خاصة مع البداية جديدة للحياة السياسية في تونس من أبرز شخصيات هذه ياسين إبراهيم اسم تعرفوا عليه التوينسب مجرد تعيينه على رأس وزارة النقل في الحكومة الانتقالية وقتها رجل أعمال تونسي من ميواليد عشرين فيفري 1966 أصيل مهدية يعيش في فرنسا اكتسابه شعبية محترمة في وقت وجيز شجع سيد الوزير على الانطلاق في تجربة سياسية جديدة في 17 جوان 2011 ياسين إبراهيم يستقيل من الوزارة وينطلق بعد مدة قصيرة في تجربة سياسية جديدة عنوانها حزب آفاق تونس حزب جديد يأسوه مجموعة من وجوه السياسية جديدة والمعارضين كيمة أمينة منيف محمد لوزير وعلي الكعلي وعلى رأسهم في خطة مدير تنفيذي ياسين إبراهيم حزب بفكر تقدمي وسطي تعرف بمنادته للإصلاح والابتعاد على الصراعات وخاصة باستقطاب وذكي الفئة الشباب خلاه يتميز على بقية الحزاب ويكتسب صورة النخبة السياسية المثقفة والحزب الواعد لكنه ومعاته حصله في انتخابي 2011 في المجلس التأسيسي على أربع مقاعد أكاهو اختار البقاء في المعارضة ومعاته تالي الحكومات من حكومة الترويكا برئاسة حمادي شبالي ووصولاً إلى حكومة تكنقراط اللي ترأسها مهدي جمعة في انتخابات المجلس النواب 2014 وبعد تحصلهم على التسعة مقاعد وتمركزهم في المرتبة الخامسة إفيق تونس يختار الالتحاق بالإئتلاف الحاكم مع كل من نهضة نيدي والاتحاد الوطني الحر اختيار لقاء برشة انتقادات تلاتها اتهامات مع مشاركتهم في حكومة الصيد وين شغل ياسين إبراهيم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اختيار خلف برشة ردود فعل اتطورت وكبرت مع مباشرته العمل على رأس الوزارة أشهرها بعد تعاقده مع أحدى الشركات الفرنسية الوضع المخطط التنمية الخماسي اللي خلف أحديث وانتقادات وصلت لاتهامات كبيرة توجهت له وشكت في مدى أحقيته بالمنصب اليوم إفيق تونس ما يشاركش في حكومة الوحدة الوطنية ويختار المعارضة من جديد أي مستقبل سياسي الياسين إبراهيم وينيت موقع حزب إفيق تونس في المشهد السياسي في البلاد بتبيعة ياسين إبراهيم ما هوش في حكومة الوحدة الوطنية لكن حزبه موجود في حكومة الوحدة الوطنية كيف يقيم ياسين إبراهيم أداء الحكومة هذية تقريباً ثلاثة أشهر على انطلاق عملها ثلاثة أشهرين ثلاثة أشهر في آخر شهر والله التقييم في فترة قسيرة كي من هكا سعيب معناها أرلي الحكومات يزمها فترة عمل المعينة الموضوع اليوم اللي هو ميزانية الدولة اللي في العادة رأوا فيه السياسة اللي تمشي استمرار أو معناها منعرج أو غيره جاء معناها فترة قسيرة معناها الحكومة كان ملزومة دستورياً باش تعطي الميزانية في 15 أكتوبر وذلك عليش فما العديد مؤاخذات ونقاشات على الميزانية بصيفة عامة يظهر لي الاستقرار البلاد في مصلحتنا وفي مصلحة تونس بصيفة عامة وأن الحكومة خليونها الوقت الكافي بيش تشتغل وظهر سياستها هل فما تمشي استمرار مليحة نافل وثيقة توجهية لأربعة الحزاب اللي كانت مكونة للحكومة الأولى معناها بعد انتخابات حكومة سلح بيب السيد هل فما معناها تحسن إن شاء الله تحسين معناها التمشي والرؤية وهذا نتمناوه البلاد على خطر ديما تصير حكومة تجد خرج الأماني السياسين اش قاعد تشوف اليوم كمان ثلاثة شهر وضحت التموقع وضحت التواجه مثلا قانون المالية مساندين الحكومة انتم في القانون المالية اللي تقدم ولا تشوفوا أنه كان بالإمكان معالجة المسألة وتقديمها أترمون هو شوف قانون مالية في أي بلاد في العالم راهو ديما هو محل نقاش نقاش يكون معناها في ساعات المستوى التقني معناها في المسألة الجيبائية مثلا أو يكون في مستوى السياسة والخيارات الحقيقة معناها العديد من الأطراف حتى من الأحزاب المكونة معناها والمساندة للحكومة في حكومة الوحدة وطنية تفاجأت بعض الخيارات أنتم منها؟ نحن منها تفاجأت بعض الخيارات في القانون المالية؟ بتبيع وعبرنا عليها مثلا معناها ما نفهموش كراء وقانون المالية يبدو أن الحكومة الطالب على خاطر الحالة المالية بتاع البلاد والتسعيبة بمجهود من كل الأطراف نبدأوا معناها بتباعة الحال من المؤجرين معناها بعدم تطبيق الاتفاقيات اللي صارت فهم مجهود مطلوب من المؤجرين فهم مفهموا مجهود مطلوب من الشركات والمؤسسات وقت نطلعوا في الجباية وقت الاسلاح الجبائي كان من المفروض باش نهبطوا في الجباية باش ندخلوا الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظر أنتم كحزب أثاق كنتوا ترحين التخفيض في الجباية لا تفهم في الجباية بالنسبة للمؤسسات لا تفهم في الجباية بشكل مجهود مطلوب من المؤجرين ومجهود مطلوب من المؤسسات المستثمرين نحلوا في التفصيل نقول الدولة ليست عاملة حتى مجهود طالبا مجهود من الناس الأخرين يعني نشوفوا المصالح مصالح معناها الدولة نزيده سياسة الدعم لا تفهم حتى سياسة بشكل مجهود باش نحصنوا الأداء نشوفوا مصاريف في المصادرة وين الدولة هي مسؤولة باش تبيع أموال المسادرة لا تفهم مجهود أكبر من عمناو وممكن حتى معناها عمناو المصارج في 2016 لكن لا تفهم مجهود أكبر في 2017 الدولة عندها العديد من المواضيع كما تبغ مثلا وين تونس متأخرة جدا حتى على الجزائر فما مصاريف كبرى لا تفهم معناها أداء لا تفهم مجهود يعني صارت ميزانية مجهود مطلوب من الناس كل إلا من الدولة هي بيدها وهذه الفلسفة معناها ما هيش باية ما هيش تتعدى ولكن لماذا لا تتعدى اليوم لماذا نحن في أفاق تونس وخدمنا على الموضوع والرأو الذي يفهم بعض المواضيع والعكس مثل دولة باشر موضوع التقاعد كيف كيف؟ موضوع التقاعد مثلا 2016 فما مفاشئة بالتباعة الحال الذي يفسروا الذي 2016 لدينا معناها عجز في الميزانية أكبر من الذي كان محتوط بالنقص النمو كان 2.5 في الميزانية عملنا 1.5 ليس صحيح لا يكفي نقص النمو فما حاشتين وهذه ليست مسؤولية الحكومة وهذه ليست مسؤولية حكومتنا وين الدولة يعني الحكومة خاصة لم تفسروا مليح مثلا الضريبة على الشركات البترولية نقص بقرابة 700 مليون دينار لماذا؟ على خاطر الانتاج كان أقل برشة من الفرضيات التي تحطت في القانون الميزاني لماذا الانتاج كان أقل برشة على خاطر بيتروفاك على خاطر الفوار هذه مسؤولية شكور مسؤولية الحكومة هل العام الجاي لكي نكون متأكدين من الفرضيات التي تحطيناهم على الشركات البترولية هل الحكومة تحل النزاعات بالسرعة الكافية ما هو يحدث في الفصفات ما هو يحدث في المناجم يعني يفهم مسؤولية التي يجب أن تكون واضحة رغم مسؤولية الحكومة على مواضيع التي تنجم تكون كان لا نحلوش المشكلة بسرعة تنجم تكون عندها تأثير ماليك برياس التقاط التقاط فهمها مشروع هذه مسؤولية الدولة الحكومة والمجلس النواب فهمها مشروع قانون تحت في آخر عام 2015 من عند وزير شؤون اجتماعيا للحكومة يعني أنا ذاك اللي فهمها حل للصندوق التقاط خاصة في الوظيفة العمومية اللي فهمها حتى كلفة في 2016 إذا بنا بعد اللي مفاكنين شفهمها توافق نسخول مع الاتحاد ما غير ما ما صارش مسادقة على هذا القانون إذا بنا في 2016 نزيد ونحط دولة تحط الحكومة يعني الميزانية تحط 300 مليون دينار في صناديق بش نجلس بتخلص التقاط للمتقاطي نجيء في 2017 شو عايز نقوله رانا بش نحلوا المشكل ورانا بش نخدموا عليه وإذا من شهر بش نحلوه خاطر مسادة نقاش مع كل أطراف الاجتماعية ونوقعوا حل لا نردوها ككل ثمية وليو خمسة مية معناها الماباقي يجري هذي عليش نقول نحن معناها النقطة الهامة في الميزانية نعتبروها الدولة كأنها الطالب من المؤجرين بشأن المجهود من المؤسسين بشأن المجهود وهي أريدها أن تعمل حتى مجهود يعني هي لا تأخذ مسؤولياتها على المواضيع الكبرى التي لم تحلت في 2016 وإلا التي ترحت في 2016 وهي لا تترحيش لنفسها هذا يعني معناها هذه رسالة اعتناها بتبيعة الحال سيد رئيس الحكومة في اللقاء الذي عمله مع الأحزاب المكونة لهذا التلاف وقلنا رأيه فهمة إمكانية حتى لنقصوا من حجم الميزانية لا تأخذ رأي ميزانية لا تأخذ لنزيد 11% وقت النمو متاعنا يكون 2.5% عقدة العقد في قانون المالية المعروض للنقاش الذي يجانب الاهتمام الناس وتبع فيه تفاصيل التقنية الأخرى قضية تجميد الزيادة في الأجور هل حزب أفاق تونس يساند الحكومة في التوجه نحو التجميد الزيادة في الأجور لا تأخذ تجميد الزيادة في الأجور موضوع الحقيقة يجب أن نعود لماذا خلطنا هذا أين نجم نتعجب ونتسأله هو أن الفراضيات التي تتحط في قانون الميزانية لا تكون موجودة ونجد أن نحن في عجز كبير ياسر لا يستطيع أن نكون مجهود صارت التفاقيات ونفهم معنى الاتحاد يقول لك صارت التفاقيات ومبدأ استمرارية الدولة يلزم معناها الحكومة تلتزم بهذه التفاقيات وهذا موقف مفهوم وتسمع ولكن إذا لم يكن قادر الدولة ما يحدث خطر ما قدمته الحكومة لم نستعرف بالاتفاقيات قالت نطلب من الأجراء كأنهم يعطيوا نوع من يعملوا مجهود ونأجلوا معنى هذه الاتفاقيات الحقيقة 15 مليار دينار كتلة الأجور قرابط 14.6 معناها مليار دينار وقت الذي قدمنا للصندوق النقد الدولي 13.4 تقول كيفيف الفرق هذا موجود وهنا نرجع المبدأ نحن نضيف تونس لكي ندفع على هذا المبدأ فصل 65 من الدستور يقول الدولة تأخذ التزام مالي كبير كما تعمل قانون وتمشي به المجلس نواب للأسف الكبير أنا كنت بالتعاون دولي ولهذا أنا ممثل تونس مثلا في مجلس الإدارة البنك الدولي صارت تكبره البنك الدولي 4 ملايين دولار عدينا قانون في مجلس وزراء ومشي بين المجلس نواب وعدي نواب وقت تصير اتفاقيات بمئات المليارات حكومة سيمادي جمعة 860 مليار يصير اتفاق مع النقابة لا يتعدى حتى في مجلس وزراء كمشروع قانون ولا يمشي للمجلس النواب لتناقش في الرأي العام لتنفهم وشنو لا بربي دعونا نوضح سيد إبراهيم مسألة تفصيلية مهمة تقصد في الاتفاق الممضى بين الحكومة والالتحاد الشغل يعني لم يتم عرضه على مجلس وزراء على مجلس النواب الشعب تباها لم يتم عرضه تم تأثيره المالي في الميزانية تباها نعرف لكن وقتها وقتها لا تباها لا من يكون مستسفى هذه حكومتكم أنتم سيد إبراهيم لا كم سين حبيب السير لي كل الحكومات التي عملت اتفاقيات مع الاتحاد شغل من منذ 2011 لا أعلم كيف كان تصير قبل عمرها لم يتنقش لم يتعدى مجلس النواب كمشروع قانون وليس يتعدى مشروع قانون هو في الأجور يصير اتفاق في العادة معناها النقاش يصير وزير اجتماعية وزير المالية بشكل حسابات ورئيس الحكومة نتصور في آخر الأمر ثم يصير اتفاق وبعد نعلم اتفاق وصارت الزيادة لمجلس النواب الشعبي ناقش حتى قلت لك مجلس وزراء بشي ناقش مجلس وزراء كنت طالب كوزير لايب الاقتصاد ما هو التأثير المالي بشكل حال إذا تعمل اتفاقية يجب أن تغذر التأثير المالي لهذه الاتفاقية عامتها العام الثالث وإذا التأثير كبير كان الناس كلما رأت 15 مليار في 2017 تعمل اتفاقية هذه عمرها لم تكن تعمل تبقى وصار التوق عمرها لم تكن تعمل 15 مليار ما تتصور للبي هذا لا يعني أن الأجراء يجب أن يخلصوا مليح هذا لا يعني أن القدرة الشرائية التي تعمل بها حتى في نفس الوقت في القانون المالية فما حاجات معناها مثلا البرام من الجباية يعني كيف حدثنا 0-5000 دينار ولم تتخلص الجباية قبل أن تتخلص تبدأ حتى 5000 دينار في العام لم تتخلصها تتخلص 5100 تتخلص 15-100 وكانت تقلق ياسر معناها الأجراء اليوم حسنوا المالية التي اقترحوه هو حتى 1400 دينار شهريا لأن الناس تتخلص أقل جباية وحسنوا القدرة الشرائية متاحهم هذه للناس الأجراء التي أقل من 1400 دينار ممكن التي لا تصبح تصبح نوعا ما إذا بيعت الحال هذا المبو الذي لا تتخلص يرجع للأجير هذه حاجة إيجابية في قانون مالية ولكن هل تجميد أو تأجيل تفعيل هذه الاتفاق يظهر لي شيء لا يجب علي خطر هو أن يروا الناس تقول صندوق النقد الدولي ليس هذا بركة ويقول لك الناس كيف تقيس بلاد المقييس الكبرى بتاعها قد كتت الأجور مقارنة للناتج مقارنة للدولة هي دولة التي تطلعها بالتعليم الأجير القادمة بالصحة والناس التي لا يوجد تطلعها بالبنية الأساسية أساسا هذا كل مصاريف مثلها مدخين ولكن كانت تبدأ عندها مصاريف كبرى كجهاز لتدور تبيع الحال والأجور هو أهم مصاريف موجودة في نفقات الدولة تولي مبهات لا يوجد إمكانية لكي تكون عندك مالية لا يوجد عجز كبير ياسر ومشكلة كبيرة كانت فهمة عجز كبير ياسر وهذا حدث منذ 2011 في 2013 كانت خاصة مربوط بالبترول الذي كانت طالع برشا العجز مربوط للأسف قيمة كتلة الأجور يبدأ عجز كبير ياسر الحل الوحيد في آخر الأمر إذا الاقتصاد لا يدور بالنساق الكافي إذا الجباية لا يدور بالنساق كافي يذهب إلى الديون والديون عدد 60% لا يوجد عدد 60% لا يوجد عدد والسؤال الأخير اللي نختم به في الجانب الاقتصادي التقني بش نمشي نحكي وسياسة فيما تبقى من الحوار مؤتمر الاستثمار وانتي كنت في على رأس الوزارة اللي عندها احتكاك مباشر بقضية مؤتمر الاستثمار اليوم كيفية قيم يسين إبراهيم أداء الناس المتدخلين والفاعلين في التحديل مؤتمر الاستثمار هذا خارج إطار الديبلوماسية أعطيني بصراحة هل أنتي متفائل توجه النتائج الممكن أن نأخذوها مؤتمر الاستثمار حسب ما تشوف الاستعدادات من التعبأ من اللي برشة عليها انتقادات يقول لك مشقاعدين نعملوا بالضبط من يشنشوفوا في مجهود في الجانب هذية يسين إبراهيم المفترض من الناس اللي أقرب للتقييم في أنه أخذها الحكاية تقريبا هو قرر رفعاتكم منتم نحن نطلقنا من تحذير من شهر أفريل اليوم متفائل ولا متشائم تجاهل والله يشوف أنا الحقيقة أنا سعى بتبيعتي متفائل ومتفائل المؤتمر على خاطر التفائل ولا تشائم أنت والأهداف اللي يحطونه ما نرقاه بتبيع الناس لتنتقد ومنتوى وتنتقد والغدوة تنتقد وهذه بلادنا اليوم وهذه كمكسب معنا لي نحن نجم ننتقده كل موضوع ونجم ونحصنه متفائل ماذا هو الهدف في آخر الأمر من هذا المؤتمر أنا ديما نقول فهدف سياسي قبل كل شي تونس عندها صورة سياسية في العالم خارق العادة لا تمنتها كما يجب وإلا تمنتها في الخارج معناها كل ما نعمل زيارات في الخارج زيارات رئيس الدولة زيارات رئيس الحكومة زيارات حتى معناها اللي عملناهم كل الوزراء وغيره الرأو اللي فما حقيقة موسندة سياسية قوية الليوم هالسند السياسي بيصير في بلادنا بصيفة واضحة يعني في منتدى دولي بيصير نهار اشتر نهار لول بيش يجيوا معناها رؤساء دول بيش يجيوا الوزراء واللين بيش يجيوا الوزراء اللي بيش يحبوا على موسندتهم التونس كي يجيوا معناها المسؤولين السياسيين يجيوا معهم المستثمرين اللي هما عندهم صورة سلبية على تونس اليوم عليش عندهم صورة سلبية المستثمر ما يحبش عدم الاستقرار يقول لك هذه بلاد ماش مستقرة سياسيا لها سنوات مش مستقرة أمنيا خاصة في 2015 والصورة بتعطي ولي سلبية أكثر من لازم كي يجي على عين المكان ويشوف هذه المسندة ويعرف ويشوف المشاريع ويشوف شعمل تونس معناها من إصلاحات في السنوات الأخيرة خاصة في السنة الأخيرة قدش ما إصلاح عملته اللي الحالة الأمنية راهي قادة تتحسن اللي فما إمكانيات استثمار لباس بها اللي يجب أن نحضر للمستقبل يرجع لك المستثمر خاطر الهدف الناس خايل الناس بشيجيب سحشي كان بشيستثمر لا بشيستمر تمويل مشاريع عمومية هذا بشيكون ولكن راهو الندوات لوش تصلح كيرجعوا لك المستثمرين اللي عندهم صورة معناها سلبية يسر على تونس بصورة أحسن بصورة حتى إيجابية يتسمى المؤتمر النجح وهذا إن شاء الله يصير واضح نحكيه سياسة واسي إبراهيم اليوم أصدرته بيان البيان في الحقيقة كان عائم شوية يقول لك نحترم القضاء ونحترم قرارات القضاء في الجانب في علاقة بملف اللطفي نقض وفي جانب آخر يعني دون أن تعبروا في موقف لمع هذا الطرف ولمع ذاك وفي جانب آخر تحذروا من عودة روابط حماية الثورة بما يفهم أنكم ركبين على الموجة دون إبداء موقف واضح والله إليكي تقرأ البيان معناها إيش يقولوا بالضبط معناها أحنا نعبروا ساعة بتبعا نتعبروا على تضامنتين مع عائلة فقيد بتبعا الحال ولكن نعبروا زادة اللي يراه الحكم فاجئنا معناها الحقيقة معناها وقلناها بطريقة حكم قضائي معناها ما يزمش يخلق من بعد وراه أزمة سياسية على خاطر فيجأ الناس كل نحن نذكر نهارت نذكر نهارتها من غدوة من غدوة كنت في برنامج إذاعي معناها في أكتوبر 2012 ونذكر معناها تفجأت وقت تسألني لم يكن كان نقطة أولى من النقاش معناها السحفي لم يكن القضية معناها قتل معناها اللطفين قال لي هذه قضية خليهم بعد وبعد تعركنا معناها في الإذاعة تعركنا عدني بش نخرج قال لي شبيك تدفع على التجمعي شو ندفع على التجمعي صار قتل هذو معناها عصابات إرهبية بشي وقتله إنساني تسميهم أنا معناها وقته ما تنسيه ما زلنا كيسار الهجوم على السفارة الأمريكية ثم في 4 ديسمبر الهجوم على الاتحاد ثم في واحد فيفري أنا وقتنا ذاك في الحزب الجمهوري أنا ومدام ما يجريبي في قروين تهجموا علينا هل يجين حماية الثورة يخيدي إذا كله نسيناه معناها رجعونا بالحكم هذي رجعونا هالذكر اللي صار صاروا 4 سنوات فمقلق في القضاء خطر ما أنت شديد ناس 4 سنوات وقت المفروض تشدهم 14 سنوات لا تحكم عليهم وفي الأخر الحكم اللي صار حتى ممكن هم بشي وليو طالبين التعويض خطر تشده أكثر من لازم هنا تعجبنا ما هو اللي صار معناها أنا ويكسي برهان نجمو على إنسان مجيين حظبة هي بيدها ومتهجمين عليها وكذلك ممكن يصيروا سكتة قلبية خايف مننا ما عناش المعطيات احنا على شنو عنده القاضي بش حكم في الابتدائي على هذا ولكن عبرنا كحزب سياسي اللي هذا كان هجوم معناها على إنسان كان يمارس في السياسة ما أكثرش من هكا الله يرحمه وهذا معناها يظهر لنا إشارة لأنه النجم ونهجموا السياسيين وبعد ما نتحكموش كما يلزم هذاك عليه إن شاء الله في المحكمة الثانية إن شاء الله معناها الأمور ترجع إلى مجاريها ويصير حكم اللي يظهر لنا أكثر معناها فيها عبرته على القلق أنه هذا يأثر على الوضعية السياسية في البلاد على وضعية التحالفات ياسين إبراهيم هل أن حزب أفاق تونس يشاطر بعض الناس اللي يقول لك اليوم التوافق اللي ساير تحت سقفه منظومة الحكم الحالية يمكن أنه قضية من نوع هذية تهدو تنجم الأولية وأنه لم يكن عنف سياسي ونجموش نقبل العنف السياسي ونقوم ندفع على مناظلين حتى كان غلطوا سياسيا ساروا ساروا نسمعنا كل المداخلات معناها بتباية الحال يعني تعتبر أن النهضة قاعدة تدفع بعض قيادات تسمعناهم معناها تدفع تقول لك مبدأ قضاء وكان صحيح به ولكن قاعدين مشينا عدينا قيادين نعمة سيد ياسيم إبراهيم في دفاعهم على استقلالية القضاء ويقول لك هذا حكم قضائي علش تلبسوهم أنه في دفاعهم على استقلالية القضاء وضرورة احترام الحكم القضائي كما أي واحد اليوم ضروري أنه يدافع ممن بدولة مؤسسات ودولة قانون علش تلبسوهم موقف الدفاع على العنف السياسي شوف يدافع على حكم قضائي وكلنا نرسو في السياسة وراء هذا فما موقف معناها بتباعة الحال اللي نعرف وشنو كان صاير أنا ذاك وشنو صار وقدش احنا كنا في المعارضة وقدش طلبنا وطالبنا في الأخير هالجامعيات هذومة بشي تحل ولي جين هالجين حماية الثورة هالجين كانوا الولانين روابط حماية الثورة يكون معناها يتنحاوا من قانون الجامعيات ولي سأر وقتها بكله تبقى بتباعة الحال هذية معناها شهيد من نداة تونس ونداة تونس والنهضة متحلفين وكذا يعني قضية حساسة فيها بكو ديموسيون معناها حساسة وليهذا تخرج قيادات وتدفع تقول حكم قضائي وكاو نستعرف اللي وراء فما معناها مناظلين من هذا الحزب وغيره وليهذا إذا نحب ونتجاوز هذا بكله بذبنا بالعكس ننظر لشي فما ناس تعتبر الحكم هذا ما هو عادل تحب ولا تكره ما هو عادل يعني ناس تتهجم على مجموعة ومبعد تقول اهل مجموعة دافعت على روحك ومجبد وكذا وملطوف تبعنا هذا بكله ما تدفع على روحك يتهجم عليك بتباعة غدوة ليست اثناء فما المشكلة الوحيدة هو أنه كان ضغط يصير على القضاء من كل الأطراف وقتها وهذا الذي يخوف في القضاء ولا تهديدات لكي بلاد الفلانية تتحرق ولا غير وهذا يجبنا نبعده عليه يجب العدالة تلعب دورها ويصير تحقيق كما يلزم وتروي الرأي العام تفسر للرأي العام علش الحكم في هذا الاتجاه هل هذا في آخر الأمر عادل ولا لي وبعد يظهروا يظهروا الوجوه التي رينيهم من 9 أفريل 2012 في السورة وفرحانين وكانهم ربحوا ماتش لا لديه معنى بل يعيشناها في الفترة هذه واضح لكن في علاقة بالمسألة السياسية اليوم قضية التوافق رجعت من جديد كمحل النقاش حزب أفاق تونس ما زال يعتبر تجربة النصب تبيعه هو مربوط بنتيجة انتخابات لا أعطيتش أغلبية واضحة للطرف لا لطرف آخر ومعناها وإحنا شركنا حتى في الحكومة الأولى اللي كانت نوعا من الشراكة مشتحالف الشراكة بين نسميها وقت العائلة المدنية العائلة الحدثية والحزب الإسلامي يعني حركة النهذا الشراكة هذه بعد التمشي الوحدة وطنية تمركز الحركة الإسلامية الكبر في الحكومة معناها نحن نتذكر في أفريل 2016 قلنا حقنا نعمل كتلة معناها حدثية لكي نعود ونخلق توازن على خطر بعض المشاكل التي عاشها حزب نيدا تونس معناها حدثينا الذي خلل في التوازن اليوم أخذت نوعا من التحالف ممكن أكثر من الشراكة لمصلحة البلاد في مبدأ الوحدة الوطنية هذيك عليش قد ما فم قضايا تعاود تحي هل معناها كلمة خائبة تدافع أو الخلافات أو تعاود تذكر بهال المشاكل من هذا نوع قد ما يكون ممكن به للبلاد حزب فاق تونس حزب معناها ماذا بنا نقدم القدام لن تكون المعركة السياسية وتقعد سياسية بين الاتجاه الإسلامي والاتجاه الحداثي لن تكون موجودة لسنوات في تونس إن شاء الله في النتائج القادمة ولا تعطي نتيجة تكون أوضح حقيقة ترفي سير كما صار ترفي سير في 2011 إذا تلتزمنا لأي تحالف وإلا أي شراكة إذا تصبح مناخ وين ما فماش معناها عمليات لاستبزاز لاقلق لكذا على خطر هذا لا يسهل المأمورية في الآخر الأمر لن تكون مواطن تونس هو الخاصر على خطر ومهما كانت الحكومة ومهما كان أدائها ومهما كان عملها وربي يعلم قد يش خدمنا وقد يش هوم يقعدين يخدموا اليوم إذا الحزام السياسي لا تفهم مع بعضه وراء هذه الحكومة سعيبة يسل مش تنجح وإذا ما نشحج الحكومة فهمها تأثير سلبي على مناخ الأعمال وإذا مناخ الأعمال موش ماش يمليح فماش استثمار ما يصير تشغيل والبطالة تكثر والأمل ما يرجعش الشباب في آخر الأمر هذا اللي نخدم عليه لكلنا نحب الرجع الأمل لشبابنا واضح ياسين إبراهيم يعني حزب الحكومة يقول لك أنه الفاعلين في المشروع هدايا حاولوا يبربشوا في وسط الأحزاب حزبك ما كانش بعيد على البرب شاهدية حاولوا يخلقوا مشاكل داخل الأحزاب اليوم ليندران الناس اللي حبوا يدفعوا في قضية الحزب الجديد حزب الحكومة اللي سيلتف في نهاية الأمر حاول شخصية سيد يوسف الشهد كمرشح قادم في 2019 بكل وضوح خلنا نحكي يعني الأوراق الكل نحطوها على الطاولة مرشح للرئاسية للالتخابات الرئاسية يقول لك المشروع هدايا قام على أساس إحداث اختراقات داخل الأحزاب وانتدابات من داخلها يقال أنه حتى حزبه فيق تونس ما بعدش من المقاربة هذية واليوم فما خلافات ما بين قيادته اللي تمثلها أنت وما بين وزيره في الحكومة سيد رياض الموخر باعتبار أنه من الناس اللي وليت أقرب أكثر للفريق الحكومي وهوش الفريق الحكومي اللي فيها برنامج في أن يتحول إلى هيكلة سياسية تنظيمية في المستقبل واليوم الكرامة ما هوش متعدي بينكم وبين سيد رياض الموخر سأقبل على المبدأ قبل المبدأ معنا الفريق الحكومي فيه كل مكونات يعني يعني ما نتصورش بطبيعة تابعناها هالتصور متاع حزب حكومي معناها حزب حكومي مش يكون فيه نيدة تونس والنهضة والإفاق فيه ناس اللي حاول سيد رئيس الحكومة فيه إيا الدهماني فيه مهدي بنغربية فيه رياض الموخر فيه بعض الشخصيات اليسارية اللي موجود خنتكلمه بصراحة شوف هذا بكل أعضاء حكومة اللي سميتهم احنا الشعب بش نجاوبك على معناها الفكرة اللي سمعناها والتصور اللي فمناها وأنه نداء ثنين يعني نداء المستقبل هذاك معناها من جا مش يكون فريق حكومي شامل احنا فيه افاق بش نخطر دائما سمعت كلام عندي اكين سمعتوا معنا ما جبش سمعتنا كلام يعني من إما إعلميين وإلا بعض السياسيين مش كلام مباشر فورصة بشكون مرحلة معناها بتبع فيها السراع السياسي بين إسلامي وتجاه الحداثي ولكن زادة بشكون مرحلة شنو تمشي إسلاح البلاد في المدين الاقتصادي خطر طوى ما بدلنا ومشينا في المدين الاقتصادي وفي هذا تمشي في الفاقتونس بشكون عنده ان شاء الله تدور وممكن في آخر الأمر في الخلاف بين الإسلامي حاليثي ليست فما دو بلوك كما كان موجود ممكن يكون دو ترو في الزوز ثلاثة معناها أطراف سياسية إن شاء الله الفاقتونس يكون ترف منهم معناها وخدمنا عليه الحقيقة معناها في المكتب السياسي وعرضناها المجلس الوطني وصير رياض الموخر كانوا معنا وخدمنا على الموضوع يزمنا بتباعت الحال ننشح ونقنعه اللي أفاقتونس نجم يكون معناها ساس من الساسة التمشي خارق العدم يعني تنفي كل هالحكايات أن الكورا ومعوش متعدي حتى مشكل بتباعت حال هو هو كما أنا كنت قبل هو في زوز فرق هو في فريق حكومي بتباعت الحال معناها بتباعت الحال كوزير في حكومة كما مادام سميرة مرعي كما إيشان بن أحمد كتب دولة للنقل كما معناها مفاتن قلال إيشان بن أحمد هو محصول في كتاء إفاق تونس هو إيشان بن أحمد كتب دولة إفاق تونس وهو مش في كتاء هو تخلي باسم إفاق تونس محبي جابات مرقية ماذا عن علاقتك مهدي من غربية وفات الخلاف السابق انتهى كل شي وليته طوفي أنا عمري ما كنت عندي خلاف هو معناها مهمة نوعا ما قلت هلو وقال اللي بشخرش في الإعلام كتا عملت الحكومة وينفي معناها اللي صار بكله بعد ما توفحت الأمور وقضية اللي وليت قضية لازار وكذا وكذا ما فهم منها حد شي كان معناها تمشي تاخيار اختيار بنك بشي عاوننا على تحذير الندوة هوك طوفي في الأخير وليت البنك رجيل كتعاودة العملية بسيفة شام لموش البنك لازار ولكن نفس الأعمالية تصير بنك أخرى ولكن ما فهمش خلاف شخصي على مهدي بن غربية ما فهمش حاجة خاصة بي سؤالي الأخير المهدية يبدو أنه تصير فيها معركة كبيرة بتاع زعامة سياسية خاصة وأنه ابن آخر من أبناء المهدية يستعد لإطلاق مشروع السياسي اللي هو سمادي عاش في المهدية وتبني في المهدية هو والد بقالتة نحن ماذا بينا بقالتة كان قاعدت في المهدية شهير ملاحظة هدية هدية مرحبا بي مرحبا بي هو ديما يقول لي يقول لي راني والد بقالتة هو أبو البقالتة والأم المهدية مرحبا نحن اليوم في بلادنا حشتنا الحقيقة كل كفاءات معناها البلاد في حاجة ناس تتفرغ للعمل السياسي تتفرغ معناها للوطن على خاطر وقدم فما ناس تتفرغ وتنجم تقدم إضافة البلاد قدم به تبقى بعد شو المشروع سيمهدي أنا كي قبلت أخر مرة قبلنا معناها في آخر الصيفية مركز الدراسات ممكن تتوى بش يتحول ولا بش يكون معاها حزب سياسي تمشي شو الأهداف احنا العائلة السياسية لغدوة النجم يكون فما تحالفات أما قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات حاجة طبيعية واضح ياسين إبراهيم رئيس حزب فاق تونس الوزير السابق شكرا جزيلا على حضور عزي المشاهدين إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من هنا الآن غدوة بطبيعة مع زميلتي أمينة بن دوة نهار الجمع معي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة